بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأطيب الصلاة وأتم التسليم على مطالع نوره وشموس هدايته محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب الإمام الحسين سلام الله عليه وآهل بيته الأطهر مشاهدين سنكون معكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بالطف حكاية لنسلط الطوء على أبرز الأحداث التي وقعت في واقعات الطف الأليمة مشاهدين الأكارم جعل التحدي والإباء اللذان أبداهم الإمام الحسين سلام الله عليه في سفاره من مكة المكرمة إلى أرض العراق حقيقة كانت هذه الرحلة هي ملحمة بطولية يستلهم منها الدروس والحكم والمواعب وكانت بالفعل هي منارة لكل من كان يريد أن يهتدي بهدي الإمام الحسين سلام الله عليه مشاهدين سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان للمدن حكاية لنسلط الطوء على المدن التي نزل بها الإمام الحسين سلام الله عليها فكونوا معنا مشاهدين الأكارم ما هي المنازل التي مر بها رقب الإمام الحسين سلام الله عليه في رحلته من مكة المكرمة إلى أرض العراق وما سبب الاختلاف في تسمية تلك المناطق التي نزل بها الإمام الحسين سلام الله عليه ومتى وصل الإمام الحسين سلام الله عليه إلى أرض الكربلاء بيئة تحديد ولماذا اختار ذلك الموقع بالتحديد في تلك البقعة المباركة هذه الأسئلة وغيرها بإذنه تعالى نتعرف إياكم مشاهدين على إجابتها مع الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ ليث الخفاجي ما هي المنازل التي حل فيها رقب الإمام الحسين سلام الله عليه في مسيرته من مكة المكرمة إلى أرض العراق وما هو عددها الإجمالية بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته في الواقع رحلة الإمام الحسين سلام الله عليه من مكة إلى كربلاء المقدسة رحلة ربانية إلهية استغرقت هذه الرحلة 24 يوما بدأت من الثامن منذ الحجة حتى دخول الإمام الحسين سلام الله عليه في الثاني من شهري محرم الحرام وقد نزل الإمام الحسين في أكثر من منزل حتى قدر بثمانية وثلاثون منزلة وكان نزول الإمام الحسين عليه السلام في هذه المنازل مدعاة لرسالته سلام الله عليه وقد نزل في بعضها وبيّن الحركة التي خرج من أجلها وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور حتى أنه سلام الله عليه في أكثر من مكان وفي أكثر من منزل دعا الناس إلى نصرته لأن الإمام الحسين سلام الله عليه يمثل خليفة الله في الأرض فأراد أن ينتشل هذه الناس حتى تكون في ركبه آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر ومن أهم تلك المحطات اللي هي كانت محطة زرود وبطن الرمة وهكذا ما سبب الاختلاف في مواقع المنازل التي نزل بها الإمام الحسين سلام الله عليه في المصادر التاريخية واقعا هذه المنازل إذا اختلف فيها في التاريخ فهذا أمر طبيعي واقعا أنه كما حصل في بعض الأماكن حتى أن اليوم مكة لها أكثر من اسم مكة وبكة والبيت العتيق فالاختلاف التاريخي في تسمية المنازل التي حل فيها الإمام الحسين سلام الله عليه لا يخرج المنهج الذي خرج من أجله الإمام الحسين سلام الله عليه وبالإجمال التاريخ ذكر أن الإمام الحسين سلام الله عليه قد نزل وحل في هذه المنازل وبيّن أهم أهداف هذه الرسالة فهذا الاختلاف ناشئ من أمر طبيعي كالاختلاف في باقي الأمور التي من شأنها يكون اختلاف تاريخي في أسماء بعض الأماكن وهكذا وهذه المنازل من هذه الأماكن التي اختلف في تسميتها وهكذا لماذا توقف الإمام الحسين سلام الله عليه في بعض المنازل دون غيرها وما هي الأحداث التي حدثت في تلك المنازل التي نزل بها الإمام الحسين سلام الله عليه طبعا واقعا الإمام الحسين إمام رباني ويعرف أين تكمن المصلحة في نزوله في بعض الأماكن دون غيرها لهذا سلام الله عليه في بعض الأماكن كانت مصلحة أن ينزل حتى أنه نزل في منطقة الزرود تقول الرواية وصادف بقربه زهير بن القين البجلي وزهير بن القين البجلي كان قد خرج من مكة وكان يكره أن يكون في ركب الإمام الحسين ولكن شاءت الأقدار أن يكون نزول الإمام الحسين سلام الله عليه بجنب ذلك المكان ونزل زهير بن القين حتى بعث الإمام الحسين سلام الله عليه برسوله إلى زهير يقول الراوي كنا جلساء مع زهير بن القين كنا نأكل وإذا برسول الإمام الحسين يدخل ويسلم ويقول يا زهير بن القين إن الإمام الحسين عليه السلام يدعوك إلى نصرته يقول فكأن على رؤوسنا الطير وإذا بزوجة زهير بن القين تخاطب زوجها قالت إن رسول الإمام الحسين يدعوك لنصرته كأنما هذه المرأة وبخت زهير وقالت لا بد لك أن تخرج وتسمع للإمام الحسين سلام الله عليه وفعلا سبحان الله خرج زهير بن القين ودخل على الإمام الحسين سلام الله عليه مرت اللحظات والدقائق وإذا بزهير يتحول من مبغض إلى الحسين إلى محب وعاشقا للشهادة وهذا بفضل حركة الإمام الحسين في هذه المنازل سلام الله عليه ذكرت المصادر التاريخية المسافة التي قطعها الإمام الحسين سلام الله عليه وكذلك ذكر في هذه المصادر عدد الأيام التي استغرقها الإمام الحسين للوصول إلى أرض كربلاء فهل فعلا حسب ما ذكر في هذه المصادر استغرق هذه المسافة وهذه الأيام للوصول إلى كربلاء ونتساءل أيضا لماذا اختار أرض كربلاء بالتحديد واقعا المسافة التي استغرقت من مكة إلى كربلاء 1470 كم مربع والأيام استغرقت 24 يوم وهذه المدة واقعا إذا ناقشناها بالأمر الطبيعي فأمر طبيعي وإذا قلنا أنها مدة قصيرة فالإمام الحسين ولي من أولياء الله وقد تطوى له الأرض كما حصل إلى الإمام علي سلام الله عليه حينما أراد أن يجهز سلمان المحمدي فقد طويت له الأرض من المدينة إلى المدائن وكذلك الذي كان عنده علم من الكتاب وجلب عرش بلقيس بتلك اللحظات القليلة فإذا قلنا أن هذه المسافة هي تكفي فكافية وإذا قلنا أنها تدخل بالبعد الغيبي فالإمام الحسين إمام ولديه الجانب الإعجازي أما لماذا اختار الإمام الحسين سلام الله عليه أرض كربلاء طبعا هذه الأرض الطاهرة أن جبرائيل تنبأ باللحظات الأولى في مولد الحسين سلام الله عليه أن الحسين مقتول بأرض كرب وبلاء وأكثر من هذا أن جبرائيل قد جاء بتلك التربة من أرض كربلاء وأعطاها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقال هذه التربة الذي يقتل فيها الإمام الحسين سلام الله عليه فأودعت هذه التربة عند أم سلمة وقد قال لها صلى الله عليه وآله اعلمي يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة إلى دمًا عبيطة فإن الحسين مقتول سلام الله عليه فهذا يبين أن الله قد اختار كربلاء إلى الإمام الحسين سلام الله عليه شاء الله أن تكون هذه الأرض الطاهرة مدعاة أن تكون محطا لركاب الإمام الحسين سلام الله عليه لأن كربلاء ترعى من ترعى الجنة لأن كربلاء تزف يوم القيامة كما تزف العروس إلى عريسها وهكذا الأنبياء سبقوا الإمام الحسين سلام الله عليه في المحطات في كربلاء المقدسة مشاهدين الأكارم لمن انضم معنا في وقتنا هذا نحن نتحدث في برنامج للطف حكاية عن سير الإمام الحسين سلام الله عليه من مكة المكرمة إلى أرض كربلة وسوف نجيب بإذنه تعالى عن مجموعة من الأسئلة منها لماذا خرج الإمام الحسين سلام الله عليه بهذا الوقت بالتحديد ولماذا اختار الخروج من مكة المكرمة والعديد من الأسئلة سوف ينضم معنا لينجيب عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الباحث الإسلامي قضيلة الشيخ محمد الظالمي ما الأسباب التي دعت الإمام الحسين سلام الله عليه للخروج من مكة المكرمة وما هي الأسباب التي دعته لأن يختار مكة المكرمة بالتحديد لإعلان ثورته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام في الواقع أن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه كانت له مجموعة من الأهداف التي دعته إلى الخروج وبالتالي لا بد أن يكون لهذه الأهداف منطلق حتى يستطيع أن يؤدي ما يصبو إليه صلوات الله وسلامه عليه ولذلك كان اختيار مكة المكرمة واختيار هذا التوقيت له الدور الكبير في انتشار الثورة التي قام بها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولذلك كان المنطلق مكة المكرمة باعتبار أنه ورود الحاج في مكة المكرمة فكان ينتظر الإمام الحسين عليه السلام أن يلقي الحجة على مجموع الناس حتى لا يكون هناك أحد يدعي ويتبجح أنني لم أكن أعلم ولو كنت وعلمت لوقفت مع الإمام ولقد نصرت الحسين عليه السلام ولكن الإمام الحسين عليه السلام ألقى الحجة على الجميع وأراد أن يبين لهم أن هذا الموقف وهو مكة المكرمة الذي يجتمع فيه جميع الناس يكون فيه حجة بالغة على هؤلاء القوم فيكونوا يعلموا بخروجه ويعلموا ما كان يريد صلوات الله وسلامه عليه ولذلك كان الاختيار موفق لأن يكون في هذا الأمر ثم يوجد هناك أيضا أمر آخر وأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يفعل ذلك من تلقاء نفسه وإنما كانت هي وصية من جده رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك كان يطبق ما كان قد أمر به من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلام نعلم بأن الإمام الحسين سلام الله عليه عند خروجه أو قبل خروجه من مكة المكرمة خطب بأهلها خطبة تاريخية هذه الخطبة كان لها أبعاد هلنا أن نتعرف من خلالكم على أبعاد هذه الخطبة الدينية القريبة والبعيدة ولماذا قام الإمام الحسين سلامه الله عليه بالتنويع باستخدام مختلف الأساليب الخطابية في هذه الخطبة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه طبعا خطب أكثر من خطبة ولكنه عند خروجه من مكة المكرمة يعني بعد ما أراد وقرر الخروج من مكة المكرمة والتوجه نحو العراق الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه كانت له خطبة وهذه الخطبة بيّن فيها الأهداف السامية التي كان من أجلها يروم الخروج الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه كان في هذه الخطبة يتحدث بأن الموت خط على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة فكأن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه يريد أن يصور لهؤلاء القوم أن هذا الخروج خروج حتمي ولا بد من وبالتالي الإمام أراد بهذه الصورة وبهذه الحركة وبهذه الطريقة أن يبين لجميع الناس أن هذه الثورة لها أهداف وأهداف خاصة ولعله تنوع الكلمات والخطاب في حديث الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه باعتبار أنه كان يبين هذه الفقرات التي كانت في الخطبة حتى يفهم الناس ويتعقل الناس ماذا يريد الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه لأنه كانت هناك مجموعة من الناس تقف مع الإمام الحسين وتستمع وتنتظر ماذا يريد فبالتالي كل منهم كان يلتفت إلى قضية ما وكل منهم كان يلتفت إلى حالة معينة الإمام الحسين عليه السلام نوع بهذه الخطابات حتى يبين للجميع وحتى يفهم الجميع أنه جميعا يفهمون ماذا يريد الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه دعا الإمام الحسين صلى الله عليه قبل خروجه من مكة المكرمة الوافدين في تلك الحجة إلى أنه يخرج معه لإعلان ثورته ولكن كان هناك عدد قليل ممن لبى تلك الدعوة هنا نتساءل عن السبب الذي جعل القلة القليلة من تخرج مع الإمام الحسين صلى الله عليه طبعا لا ننسى أن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه النصوص التاريخية تتحدث على أنه عندما أراد الخروج كان هناك مجموعة كبيرة من الناس أرادوا الخروج مع الإمام الحسين عليه السلام ولكن بما أن السلطة الأموية كانت متحكمة في ذلك الوقت وكانت تحاول منع الناس وتخوف الناس من هذه الحركة لأنه كان ديدا بني أميه وهكذا عندما كان آمرهم يقول نحن بني أميه من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا يعني نحن نتعامل بهذه الحدة بهذه الطريقة لذلك الناس كانت تتخوف خصوصا الذين لم يعلموا من هو الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه وما هي أهداف الإمام الحسين ولماذا أراد الخروج صلى الله عليه لذلك كان البعض من عندهم يتخوف فآثر الحياة الدنيا على الحياة الآخرة خوفا أولا من السلطة وعدم فهمة للإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه ولثورة الإمام الحسين وللأهداف الكبرى التي هي في هذه الثورة المباركة كيف كان سلوك الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج من مكة المكرمة إلى أرض العراق وما هو السبب الذي دعا الإمام الحسين سلام الله عليه إلى أن تختلف إجاباته بالنسبة للمستفسرين عن سبب خروجه من مكة المكرمة إلى أرض كربلاء واقعا الإمام الحسين صلى الله عليه عندما كان يتحدث بهذه الطريقة ويعدد الأجوبة لكل من يسأله هو أنه لماذا أنت تذهب إلى العراق لماذا اخترت العراق لماذا لا تذهب إلى اليمن لماذا لم تكن إقابتك في مدينة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الخطابات التي تعددت من مجموعة من الأشخاص لذلك الإمام الحسين عليه السلام يدرك تماما أن الله سبحانه وتعالى خلق العقول متفاوتة وبالتالي هم أميروا صلى الله عليه وسلم أن يحدثوا الناس ويخاطبوا الناس بعلى قدر عقولهم كما تحدث بذلك الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه لذلك الإمام الحسين يفهم ويدرك تماما ويعلم أن هؤلاء الذين سألوا منهم من يكون مغرضا ومنهم من يكون بالفعل يريد أن يكون ناصحا للإمام الحسين كمحمد بن الحنفية رضان الله تعالى عليه لذلك الإمام الحسين عليه السلام عدد في الأجوبة ونوع في الأجوبة اعتمادا على فهمه وإدراكه لعقول الناس ليس الجميع يتحمل جواب الإمام الحسين عليه السلام يعني قطعا ويقينا فهم محمد بن الحنفية لخطاب الإمام الحسين يختلف تماما عن غيره لذلك الإمام الحسين عليه السلام أراد أن ينوع في هذه الخطابات لأنه يعلم ويدرك كما قلنا أنه توجد هناك عقول متفاوتة وإدراكات متفاوتة لذلك لا بد أن تكون الأجوبة متفاوتة ما هي حقيقة إصرار الإمام الحسين سلام الله عليه على الخروج من مكة المكرمة ولماذا أخرج معه الأطفال والنساء رغم يقينه ومعرفته بالأحداث التي سوف تجري على الإمام الحسين سلام الله عليه وعلى أهل بيته الإمام الحسين صلى الله عليه يدرك تماما ما سوف يقول إليه أمره ولذلك هو كان في خطبته يبين ذلك كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات فالإمام الحسين عليه السلام كان يعلم ذلك خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة فكأنه يدرك تماما المصير المحتوم ومع ذلك الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يخرج هذه العائلة ويخرج النساء ولذلك هدف سامي كان عند الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين يدرك تماما أنه الثورة لا بد من أن تكون باقية ومستمرة الأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام لم تكن واضحة تماما فقط في مقتله إنما بعد مقتل الإمام الحسين لا بد أن تكون هناك الثورة مستمرة وقطعا لا يمكن أن تكون مستمرة الثورة إلا بخروج العائلة ولذلك نجد أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما خرجت من كربلا أخذت تستثمر كل المواقف التي حصلت لها ولذلك عندما دخلت إلى الكوفة أول مدخلها إلى الكوفة النصوص التاريخية تتحدث على أن الناس بدأوا يعطون الأطفال بعض من التمر والخبز فأخذت هذا التمر من أيدي الأطفال وتقول للناس ألا تعلموا أن الصدق محرمة علينا أهل البيت تريد أن تبين لهؤلاء الذين ضللتهم السلطة وضللهم الإعلام الأموي أن هذه العائلة هي ليست من الخوارج كما يدعون وإنما هي عائلة الإمام الحسين إنما هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الإمام الحسين كان يصر تماما على أنه لا بد أن تستمر الثورة بعد شهادته وبعد مقتله ولا يمكن أن تقوم الثورة مستمرة لأن الناس كانت متخاذلة في ذلك الوقت فكان لا بد أن تقود هذه الحركة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها حتى تبين المظلومية الكبرى للناس وتبين أنه ماذا جرى على هذه العائلة الطاهرة فلذلك الإمام الحسين كان يصر تماما على أنه لا بد من أن يأخذ هذه العائلة رغم أنه كان يتحدث لبعض الناس كما قلنا على قدر عقولهم لماذا تريد أن تأخذ كما يخاطبه البعض فيقول شاء الله أن يراني لماذا تريد أن تخرج شاء الله أن يراني قتيلة إذن لماذا تصر على إخراجك هذه النسوة قال شاء الله أن يراهن سبايا إذن القضية قضية محتومة من قبل الله سبحانه وتعالى والهدف سامي كان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه من القضايا التي أثارها الفقهاء هي مسألة خروج الإمام الحسين سلام الله عليه في فترة الحج إذ قيل أنه الإمام الحسين سلام الله عليه لم يكمل فريضة الحج فلماذا خرج وهنا نتساءل هل بالفعل كان الإمام الحسين سلام الله عليه كان ينوي الحج ولماذا خرج قبل يوم التروية هل كان الإمام الحسين سلام الله عليه كان قد نوى الحج أم كان ينوي العمرة وهل يجوز للإنسان المؤمن أن يغير نيته من نية عمرة التمتع إلى العمرة المفردة وهل هذا الأمر يتوافق مع الأمور الفقهية نتعرف على إنجابة من خلالكم الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه في قضية أنه إصرار على أن يكون الخروج يوم التروية كان له هدف والهدف سامي الإمام الحسين عليه السلام كان يريد أن تكون هذه الحركة حركة معلومة عند الجميع يوم التروية كما هو المعلوم كما هو المعروف عند الناس أنه تجتمع فيه جميع المسلمين في ذلك الموقف وبالتالي حتى يخرجوا لأداء مناسك الحاج ويبدأ منسك الحاج منذ يوم التروية الإمام الحسين عليه السلام حتى يكون خروجه واضح وبالتالي حركته لها مؤيدين أراد أن يكون الخروج في ذلك اليوم يعني أصر على أنه يكون يوم التروية هو المنطلق بالإضافة إلى ذلك أن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه كان يصر على أنه يكون في ذلك الموقف في تلك الفترة هذا ما يرتبط في الشق الأول أما في مسألة أن الإمام الحسين عليه السلام هل أنه يمكن أن يكون موجود في تلك الفترة لأداء فريضة الحاج أم أنه كان من الأول كان ناوي العمر المفردة قطعا ويقينا أنه توجد هناك مجموعة من النصوص التاريخية تتحدث وأيضا مجموعة من النصوص الفقهية تتحدث عن ذلك اختلف الفقهاء فيما بينهم بين النص التاريخي وبين النص الفقهي النصوص التاريخية تتحدث على أن الإمام الحسين عليه السلام استبدل الحاج ونية الحاج إلى العمر المفردة يوجد هناك نصان لعله نعتبرهم أساسيان في هذه القضية النص الأول ما ذكره الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في أعلام الوراء وكذلك أيضا يوجد هناك نص آخر للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الشيخ الطبرسي عبر بتعبير يختلف عن التعبير الذي عبر فيه الشيخ المفيد الشيخ الطبرسي كان يتحدث أن الإمام الحسين عليه السلام إنما خرج قبل إتمام فريضة الحاج وأما الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فحديثه كان يختلف تماما أن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عندما خرج كان يخرج بغير هذا اللفظ يعني بغير الإتمام وإنما بالتمام فهناك فرق ما بين التعبيرين ولذلك نجد أنه لما نذهب إلى النص الذي يتحدث به الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه يعني أنه هذا يشير إلى تأييد إلى النصوص التاريخية التي قالت أن الإمام الحسين استبدل فريضة الحاج إلى العمر المفرد أما إذا جئنا إلى حديث الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه نجد أنه المسألة مختلفة تماما أنه لا يعني ذلك بالإضافة إلى ذلك نجد أنه هناك مجموعة من الفقهاء مثل سيد اليسدي رضوان الله تعالى عليه في العروة الوثقة يتحدث أنه لا يمكن أن يتعقل هذا من خلال النصوص الواردة في لسان أهل البيت أن الإمام الحسين عليه السلام كان ناويا للحاج من أول الأمر وهذا يعتبر أنه مصدود عن الحاج وبالتالي الصد عن الحاج كما هو معلوم عند فقهاء رضوان الله تعالى عليه يحتاج إلى الهدي ولكن الإمام الحسين عليه السلام كما تعبر حتى النصوص التاريخية التي تحدثت تعبر أن الإمام الحسين عليه السلام إنما طاف وسعى ثم بعد ذلك حل إحرامه في مثل هذه الحالة يعني أن الإمام الحسين عليه السلام كان من أول الأمر ناويا لأن تكون هذه عمرة مفردة وليس حاج حتى يستبدله بالعمرة المفردة بالإضافة إلى ذلك تصريح واضح من السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في هذا الحديث يقول أنه لا يمكن أن يصار إلى ما ذهب إليه البعض من أن الإمام الحسين عليه السلام كان في بداية الأمر ناويا للحاج ثم استبدلها بالعمرة المفردة إنما الإمام الحسين عليه السلام كان من أول الأمر ناويا للعمرة المفردة وبالتالي ما ذهبت إليه النصوص التاريخية لم تكن صحيحة ولذلك السيد الخوي يقول لا يمكن الالتزام بذلك أبدا فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقت جموع فردا ولكن كل عضو فيه فالروع جموع مشاهدين الأكارم إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ختاما نشكر كل من كان معنا في حلقتنا لهذا اليوم من الطيور وشكر موصول لكم مشاهدين لحسن الإصغاء والمتابعة حتى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج للطف حكاية نستعودعكم في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة